بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهداء يا سادة احنا بيمر علينا الايام دي وبمناسبة نتيجة السنوية العامة حابين نتكلم مع بعض عن جليس مهمة او في حياتنا الجليس ده اللي هنتكلم عنه النهاردة بيزيد اهميته جدا جدا في المراحل الانتقالية في الحياة زي مرحلة النجاح في السنوية العامة وما سيكون بعد ذلك من اختيار بقى الجامعة واختيار النظر الى المستقبل اه احنا بنتكلم عن حاجة عن جليس يتعلق بالمستقبل والجليس ده مهم ان احنا نتكلم عليه بدري صحيح مهم ان نتكلم مع اولادنا قبل حتى السنوية العامة نتكلم معهم حتى في بدايات مرحلة المراهقة عشان يقدروا يزبطوا نفسهم ويقدروا يتكلموا عن ده احنا نتكلم عن جليس دقيق جدا 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 ساعات كتيرة ما بنكونش مهتمين بيه وعشان كده احنا عايزين نقف معاه ونتكلم عنه بهدوء ونتكلم عنه بحكمة لان الحقيقة اللي معاك جليس ده وبيخرج احسن ما في هذا الجليس بيسعد كتير في حياته جليس ده هو التخطيط للمستقبل وعشان نقدر نتكلم عن الجليس ده بشكل علمي وشكل دقيق كان لازم يبقى معانا احد اهم الخبراء اللي انا في الحقيقة بسعد به وبتعلم منه كتير وهو استاذنا الدكتور طريف شوقي استاذنا الدكتور طريف ازاي حضرتك اهلا يا مولان احنا دلوقتي بنتكلم خلاص الناس في خضام بقى اختيارات ما بعد السنوية بيكلموا عن المستقبل ازاي نقدر نقول لهم بعض الانوار وبعض الاشياء اللي تساعدهم على التخطيط للمستقبل الحقيقة انا مبسوط من اختيارك جدا لانه ده موضوع تقريبا عايش جوانا كلنا بس اللي فهو هيقدر يتعامل معا زي اللي عارف قلبه شغال ازاي فلو حصل مشكلة هيتعامل معاها يا سلام على التشبيه ده استاذنا تشبيه حلو قوي اه ليه بقى احنا كمسلمين مثلا ده المستقبل جزء من حياتنا اليومية ده احنا كل سلوكنا تقريبا اليوم احنا بنعمله عشان المستقبل مش عشان الوقتي صحيح احنا كل صلاطنا وكل عباداتنا عشان احنا بصين لمستقبل صحيح ومستقبل بعيد كمان ده مش مستقبل قريب ده مستقبل مش استراتيجي انا بسميه المستقبل بعض الاستراتيجي اللي هو المستقبل اللي بيتكلم عن اليوم الاخر وبيتكلم عن الجنة هو يعني ربنا عايز يقول لنا ان المستقبل جزء من حياتكم صح عشان كده انا عايز اقول مثل هقول حاجة عامة الاول وبعدين هروح للشاب الصغير او البنت الصغيرة المؤسسات الضخمة في العالم اللي ما عرفتش تبص للمستقبل اختفت يعني مثلا فيه مثالين شهرين جدا عندنا كودا شركة كودا لازا كنت اقول لها ذاك اللي هي الشركة بتاعت التصوير اللي هي كان عندها كلها ما ان هي يبقى الفيلم 36 سوء 36 سوء ما انتبهوش ان المستقبل للديجيتال للرقم اختفوا نوكيا ما بصتش لفكرة السمارت تقريبا بتختفي لكن الشركات اللي بصت للمستقبل يعني مثلا فيه شركة شهيرة جدا جيف بيزز اللي هو صاحب شركة امازون بص للمستقبل هو شاب صغير في التسعينات حتى اختار اسم الشركة من خلال نظرة مستقبلية وكان معبارة عن مكتب صغير شقة لكن سمها امازون ليه امازون اصلا امازون اكبر نهر في العالم فشركته لازم تبقى اكبر شركة في العالم وبعدين لو طلعت عذاك عامل كروم ايه تزيد عامل ساهم من الايه للزيد بكلمة امازون لان هو بيقول وهو في مكتبه الصغير انا هلبي كل احتياجات عملاء كروم ايه تزيد فمن هنا بقى اكبر شركة في العالم فتعالا نروح للشاب بتاعنا ده احنا ازاي تخطط للمستقبل بهذا بقى الحاضر بتاعك الصينين عندهم مثل حلو قوي وانا صراحة يعني احس انه عملي قوي يقولك ليس المستقبل ما سيأتينا ولكن ما سنذهبوا اليه احنا رايحين له احنا عارفين رايحين فيه الامريكان اما قرروا في الستينات كيندي انه يروحوا الامر راحوا وسيطروا على العالم الوقتي الاتصالات ووادي السيليكون يعني عرفوا ان المستقبل رايح فيه فعشان كده عاوزين نقول للشاب فيه ثلاث اسئلة لازم تسألهم لنفسك وانت بتكلم عن المستقبل ما الذي تريد ان تكون عليه ولماذا وكيف فدي ثلاث اسئلة لو كل واحد مننا سألها هو انت عايز ايه بالضبط عشان تحجد انت عايز ايه لازم اولا ده يتناسب مع قدراتك يعني مش معولة واحد مثلا عنده نظره مش قوي ويخطط انه يبقى طيار لانه مش متناسب مع قدراته ولو تلاحظ حضرتك في الجامعة احنا في الجامعة طبعا معارفين طلب بيخش كليات مجبرين عليها عشان رغبات اوليات امورهم بيفشلوا في اول سنة على طول صحيح لانه دي ما تتناسبش مع قدراته لانه هو معتقد وده فكرة خطأ جدا فكرة كليات القمة اللي بيدير العالم يا مولانا مش خريجي كليات القمة على فكرة اللي بيدير العالم خريجي كليات العادية ده في العالم كله مش عندنا يعني باراك اوباما ده خريج حقوق وقابله قابله فالقضية مش كده خالص انت بتقدر تنجح من خلال الامام علي ابن اطالب ليه حجمة جميلة يقول لك طيمة المرء بما يتقن اذا اتقنت اي حيها تتمين المهم تحبها وتتنسب مع قدراتك ما الذي تريد ده الاول سؤال طب لماذا هو انت عايز تبقى في المستقبلك ليه لانه انت اذا قدرت يبقى ليك رؤية وعندك هدف كبير بتخدم بمجتمعك ونفسك يعني انا شخصيا وانا صغير انا كنت مخططة وانا طالب صغير ان انا ابقى استاذ المنافس ليه كالنفس بقى متخصص في تنية القادة وحضرتك بتعمل كده بالفعل يا استاذنا يعني حضرتك بتقول لنا دايما نقول لأولادنا ونعلم أولادنا ماذا ولماذا وكيفا كيفا بقى هنتكلم عن خطط يعني انا عايز ابقى مثلا موزيح نجح صراحة زيح عليك انا مابسوط منك كموزيح لا يبارك في حد ذلك استاذ الموزيح ده لازم عنده ثقافة واسعة من لم يخرج من انجلترا الانجليز يقول له لن يعرف انجلترا ومن لم يخرج من تخصصه لن يضقن تخصصه صحيح لازم عنده ثقافة واسعة عشان حتى ما يكتب لي انا بحس طول الوقت ما اقرأ له يعني كنا زمان نقرأ الاستاذ احمد بقى الدين الاستاذ حسنين هيكل نحس ان في كل مقالة عقلنا طول صانتي حلو تعبير عقلنا وطول صانتي طبعا فاحنا عايزين اولادنا لما يخططوا استاذنا عقلهم يطول عشان يقدروا يمسكوا باحلامهم ويقدروا يمسكوا بماء اللي هم حطوها يبقى حضرتك واستاذنا بتقول لنا لازم يبقى فيه ماء ويحدد هو ايه هدفه ولماذا هو اختار ده ولازم يكون دوت موافق لقدراته وفي الاخر لازم يكون مخطط جيد للوصول لهدفه ده وحضرتك بتقول له ان ده هيوصله الهدف والنتيجة هقولها عرج نختم في جملة سريعة كده ان احلام اليوم انجازات الغد يا رب دايما يكون يا رب يكون دايما احلام اليوم انجازات الغد لأولادنا وانا شاكر لحضرتك دايما الاستنارة اللي حضرتك بتقدمها لنا وجازك الله خيرا استاذنا الدكتور طريف شوقي شكر لحضرتك يا استاذ يا سادة احنا لازم نقول حاجة مهمة قوي ان التخطيط ده هو عملية بروسيس زي ما بيقولوا كده جزء من التخطيط والتخطيط ده جزء من حسن التوكل على الله لو توكلتم حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو توكلتم على الله حق توكلي رزقكم كما يرزق الطاير ولازم نعرف حاجة مهمة جدا 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 في مسألة التخطيط التخطيط هو ربع الادارة الادارة اربع تربع الربع الاولاني هو التخطيط عملية بروسيس اسمها التخطيط عملية التانية اسمها عملية الاعداد والعملية التالتة هي عملية التنفيذ والعملية الرابعة هي عملية التقييم والتعديل بس لازم أقولكم ان الاربع عمليات دولا مش عمليات منفصلة عن بعض ده الاربع عمليات بتشتغل في بعض يعني عملية التخطيط فيها اعداد للتخطيط وفيها التخطيط وبعد كده فيها تنفيذ التخطيط وبعد كده عندنا تقييم التخطيط والتعديل التخطيط أنا مش عايزة أكبر المسائل على أولادنا بس عايزة أقول لهم أن التخطيط ده متعة متعة يعني إيه؟ متعة أن ترى الغد اليوم ومتعة أن تخترق الصعاب ومتعة النفوذ بنور الله سبحانه وتعالى إلى المستقبل دايما نقول لهم يا جماعة عشان ما تخافوش بس عشان أولادنا ما يخافوش أنت عارفينه مستقبل؟ اسم مستقبل ليه؟ لأنك تستقبل مدد لله أمامك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال لي سيدنا عبد الله بن عباس استعن بالله ولا تعجز وقال له بعد كده إيه اللي حاصل؟ بعد ما قال له استعن بالله ولا تعجز جه في حديث آخر قال له استعن بالله تجده تجاهك أمامك عشان كده المستقبل مستقبل لأنك تستقبل وجه الله الذي سيكون مددك ولذلك لا تعجز استمر ويمكن ده تلي خلانا نشوف الحكمة الرائعة دي حكمة بتقول ايه اسمع ان العالم لا يفصح الطريق لمن يعرف الى اين هو ذاهب العالم كله هيوسع لك لما تكون انت عارف رايح فين عارف ليه لان العالم بيوسع لك لان في الحقيقة العالم المتخبط حولك هو في الحقيقة متفرق في كل مكان المكان الوحيد الفاضي هو المكان المستقيم ونزاك دايما بنقعد ندعي ربنا اهدنا الصراطة المستقيم الصراطة المستقيم يسبح لك بالنفوذ طول الوقت مش هيحصل ان انت تكون من طالبي الصراطة المستقيم الا اذا خططت اوالله ونزاك التخطيط ده لازم نحطه دايما قدام عينينا ونعرف شوية حقيقة عن المستقبل ان المستقبل ليس بيدي احد وانما هو بيدي الاحد سبحانه وتعالى وعشان كده ان اعرف ان المستقبل مش مرهون بكلية او بكارير او باللي في نفسك او باللي بتحبه وانما هو وفقه مراد الله سبحانه وتعالى اللي ودايما لطيف فيك اللي ودايما يمدك كل ان يمده هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك فاعرف ان انت عندك مدد المستقبل ده مليان خيرات فلو سلمنا بالحقيقة دي عن عيش مرتاحين بل عن عيش قادرين نشوف السعادة في كل مكونات الحياة حوالينا ولازم نعرف ان ما يحدث في حياتنا لو حكمة بالغة عند الله سبحانه وتعالى مش بيحصل كده لا صدفة ولا اعتباطا ده كل شيء بنتعرض ليه في حياتنا بتقدير وبحكمة من الله سبحانه وتعالى وده معنى ايه ان اقولكم حاجة اللي بيخطط بيكون سائر في انوار الله يعني اقولكم حاجة التدبير تدبير لله سبحانه وتعالى يملى الحياة كلها انوار لان كل شيء عند الله بايه بقدر كل شيء مخطط كل شيء انا اسف كل شيء مدبر فاذا انت مشيت بالتخطيط تعرضت لانوار الله اعيد الكلام تاني عايز تعرف ايه السر الجمال وايه السر المدد وايه السر الحلاوة اللي موجودة في التخطيط الا ان الله في ايام دهركم لنفحات الا فتعرضوا لها ربنا جعل من نفحته ان هو مدبر لهذا الكون كلي فانت لو مشيت بالتخطيط انت بتتعرض لنفحات الله طبو لو مشيت بغير التخطيط عاملت بالزبط كده زي واحد امامه خيرات وبركاته يروح ماشي في الطريق التاني وعشان كده اللي بيمشي في الطريق ده بيقدر يفهم الحكمة من كل شيء بتحصل في حياته وحتى لو حصل مكروه يرى حاجة غريبة وعسى ان تكرهوا شيئا وهو ايه خيره لكو يبقى ايه زن هو شايف الحكمة بعينه والزيك ايه اللي حاصل ده يعني كده خلاص ان كل واحد فينا يخطط وما يسمعش فكرة خلاص ما نخططش خالص لاني خلاص كل حاجة بتدبير ربنا لا اه كل شيء بتدبير ربنا بس احنا بنعمل ايه بننظر ما نقدم لغد ونخطط لاننا نريد ان نتعرض لنفحات الله سبحانه وتعالى يبقى ايذن احنا بنمشي في الطريق ده عشان نتعرض لنفحات الله سبحانه وتعالى كل من خطط نالته انوار مدد الله في التدبير تاني كل من خطط ناله انوار الله سبحانه وتعالى في التدبير يبقى انوار الله سبحانه وتعالى الموجودة في التدبير تجدها بتشرق في قلبك لما انت وتشرق في عملك لما انت تكون بتخطط وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم واحنا في الهجرة اللي احنا بنعيش في انوارها ايه اللي حصل حضرت النبي صلى الله عليه وسلم خطط تخطيط دقيق بس في الاخر خلت سلم الامر لله سبحانه وتعالى خطط كل شيء من اول ما خلى ما اختار سيدنا او بكر لغاية ما جعل سيدنا الامام علي ينوب عنه في تسليم امانات الناس للناس كل شيء كان مخطط له حتى اختيار الدليل في الطريق كل شيء والطعام ازاي يذب اليه كل شيء خططه حضرت النبي وازاي يروح للغير وازاي يمشي من طريق غير الطريق المعتاد كل تاكن تخطيط من حضرت النبي صلى الله عليه وسلم عشان يعلمنا حاجة مهمة اهوية وفي الاخر خلص قال لي سيدنا وبكر الكلام يعبر على انك انت في التخطيط بتتعرّل لنفحات الله قال ما بالك بسنين الله ايه ثالث هما وكأنك انت لما حضرت النبي تخطط كان بيمشي وفق ايه وفق مسار انوار تدبير الله سبحانه وتعالى واللي يعمل كده خلاص يبقى هو بيتعرّض لانوار الله سبحانه وتعالى ولذلك لازم يبقى عندنا حاجة مهمة جدا وكذلك شوف سيدنا يوسف عمل ايه قعد يخطط للمستقبل لغاية ما جعل مصر تمر من الازمة وعمل نموذج رائع في الحياة المصرية خلاهم تجاوزوا كل كل الصعاب اللي بتمر بيهم يبقى اول حاجة اعتمادك على تخطيط هذا الاعتماد على التخطيط ده لازم يبقى في ايدك مش في قلبك لان اعتمادك بعد ذلك هيكون لله سبحانه وتعالى فالامور كلها بتسير على وفق مراد الله والتخطيط ده اقول لكم حاجة عملنا بالتخطيط اقل ما يقال فيه انه هو مندوب وفي اوقات كتيرة بيبقى التخطيط ده واجب لازم تخطط عشان تكون تعمل بماذا؟ بمراد الله سبحانه وتعالى وتأخذ بالاسباب فلما الامور ما تمشيش على هوك ما تتصدمش لان الامر مش بيدك والنتائج مش انت اللي بتصنع يبقى لازم نعرف ان عدم التؤكر على الله وعدم التسليم لأقدار الله ده اللي بيخلي الانسان ماذا؟ عنده حالة من حالات ايه؟ استوحاش الحاجات اللي بتحصل حواليه ويخليه مش قادر يعيش ويعتبر ان في بعض الاحيين ده فيه معندة لا خالص لان انا عايز اقول لك حاجة لو حصل الحاجة على خلاف مرادك انا ببقى شايف فيها حكم رائع من الحكم مثلا التثبيت ان ربنا سبحانه وتعالى يثبتك ومش ربنا سبحانه وتعالى يهذبك مش بيعذبك ده بيهذبك الحاجة اللي بعد كده ان انت لما تيجي الحاجة تيجي على خلاف مرادك في حاجة مهمة كمان بتحصل انت لازم تشوفها ان انت بتتعلم الحاجة اللي بعد كده كمان ان انت كل ما الحاجة ما تجيش على مرادك بتبتعد المشاعر وتبتعد الحاسيس المضرة من طريقك وسعيدة تبقى انت ماشي بعد كده بالتزان وعشان كده اهل الله مش بيعتمدوا على الاسباب ابدا وانما بيعتمدوا على مسبب الاسباب جل جلاله في سبحانه وتعالى ولما قد ربنا ولما قد ربنا يجينا يبقى ايه اللي حاصل لولا جيه على خلاف تخطيطنا لازم نفكر في الاسباب اننا لابد ان احنا نحسن اسباب تعالي اقولكم شوية حاجات تتعلق بالتخطيط عشان نبقى احنا ناس اجراءاتنا صحيحة في مسألة التخطيط اول حاجة ابتداء اول اجراء عشان تعرف ان انت بتخطط صح ولا لا اول حاجة لابد ان انت تروح تتدرب على التخطيط لان زي ما قلت لك التخطيط دي مهارة التخطيط ده مهارة معناها ايه معناها ان انت تسأل احنا هنعمل ايه زي ما تفضل استاذ الدكتور طريفة احنا هنعمل ايه ازاي وبكام وامتى وينتهي امتى لازم نسأل انفسنا الكلام ده كله يبقى نسأل نفسنا ما ايه ما ما يعني ايه اللي انا عايز اعمله ومن مين اللي هيعمله يعني انا اعمله لوحده ولا اعمله مع حد تاني يعني مثلا على سبيل المنسال انا دلوقتي عايز ادخل كلية معينة ما بنتكلم بقى على اولادنا عشان اولادنا دلسانين تعالوا نطبق عليهم عشان نعمل كده انا عايز ابقى صاحب مشروع كبير في انتاج مثلا انتاج الورق او انتاج الدواجن او انتاج كذا طيب ايه الكلية اللي انا هدخله عشان تعمل كده طيب على عامل ده ولا انا محتاج خبرة اه لا ده انا عايز ادلس ومعايا خبرة فاروح لحد كمان يبقى خبرة طيب الحقيقة اللي بعد كده هيعمل ايه يبقى ما ومن يعني مين اللي هيشارك في تنفيذ الخطة دي بعد كده ايه بكم ايه التكلفة لازم اشوف التكلفة هي ايه انا عدخل كلية كلية من كلية الحكومية ولا ادخل كلية خاصة ليه طيب لان انا عايز تخصص مش موجود اه يبقى لازم نعمل كده ولا ادخل في كلية اقليمية واتحمل التكلفة بتاعت الذهاب الى كلية اقليمية زي مثلا الكليات اللي موجودة في العالمين او الكليات الجديدة اللي هي فيها ذكاء اصطناعي وفيها تكنولوجيا يبقى ايه اللي هيحصل يبقى انا لازم اعرف التكلفة بعد كده ايه اللي حاصل اعرف كيف اعمل ده ازاي واخر حاجة لازم اعرف ده الزمن اللي ياخده قد ايه واوزع تخطيتي على هذه المدة الزمنية لو عملت الحاجات دي كلها انا خططت بشكل صحيح وعملت اللي انا اقدر عليه طيب انا ما اسأل نفس الاسئلة دي افرد التكلفة علي علي يبقى لازم اعرف اشوف حد عنده منحة ولا لا اخو احصل على منحة كله بيبقى بشكل بشكل دقيق وانا لما بخطط وبنفذ التخطيط بتاعي ده انا بحس بان ايه احس بان انا ثقة بنفسي بتتجدد انا بحس بايه بحس ان انا بكتشف قدرات كانت عندي وانا مش عارفها بكتشف ايه تاني بكتشف ان الحياة واسعة كل ما تخطط كل ما الحياة تتسع كل ما تخطط كل ما تكتشف فيه قدرات ما تعرفهاش كل ما تخطط تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى ان الباقي معك ما وداك وتعرف ان مدد ربنا دايما معاك يا سادة احنا قلنا ازاي نخطط وقلنا ازاي نشتغل على نفسنا عشان نقدر مستقبلنا يكون احسن والتخطيط ده من اكتر المعاني اللي انت فيها بتتعرض للنفحات الله اذا كنت عايز تطبق سنة رسول الله وتطبق امر رسول الله ان احنا نتعرض لنفحات الله كن مخططا كل ما تخطط كل ما طريقك ينور ويتسع وتجد نفسك عند مراضي الله سبحانه وتعالى يا رب الهمنا حسن التخطيط وجعلنا من عبادك المتقين تعالوا عشان ناخد اسئلتكم مباركة ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم وعانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة برنامج ولا تعسروا اللي هي في الحقيقة بتكون اهم جسر تواصل بيننا وبينكم واللي بنتلقى عليها اسئلتكم ومنخصص لها وقت زي وقت النهار ده كده عشان نجاوب عليها عشان نتفضل اسئلتكم من اهم حاجة في البرنامج ونفضل متواصلين عشان نفضل في مجالس العلم ونفضل متصلين بسنة متصلة ونفصل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم سند الانوار والخير والنور والبركة والعلم النافع ان شاء الله اول سؤال اللي وصل لنا بيقول لنا كنا عند ناس زماي الماما وقالوا يلا علشان ناكل بيعزموهم يعني على الاكل هي قالت لا والله لا والله ابدا مش هيكل وكلت طبعا الواحد لما يكون جاين برده بيباو الجوع لأو احكام ده كده تصوم كفرة في حاجة اسمها عند هو طبعا في حاجة اسمها اليمين عشان يكفر عنه لازم يكون يمين منعقد ان تكون منعقدت فاذا خلف او الانسان يكفر عنه احنا عندنا اختلاف من بين الفقار في مثل هذه الاشياء ولكن احنا بنميل في الفتوى الى مسألة ان في حاجة اسمها ايه ده يمين اكل يمين اكل يعني يقول له والله ما اكل والله ما اشرب ييجي مثلا الراجل الصياد يقول له الراجل في البحر فيقول له والله لا تيجي تشرب شاي يشرب شاي ايه الراجل في البحر وانت في الناحية التانية وانت ع الشط ييجي لك من هناك عشان يشرب كباية شاي فيروح الصيد بتاعه اكيد انت بتعمل ايه انت بتلح عليه مش قصد ان انت تقسم ولا شي فسألك بيهم الفقار ان اصلا ده وكأنه ده مش يمين اصلا اصلا ده مش يمين منعقدة لانه اصلا وكأنه لما حلف اللي حاصل ما كانش قصد اليمين قدي ما هو قصد ان هو ايه يستخدم اسلوب اسلوب ايه اسلوب معتد عليه ولا يقصد اليمين ولذلك هي ليست عليها كفر ليست عليها كفر السؤال اللي بعد كده بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حدثت مشاكل كثيرة مع زوجتي وصلت لحد الطلاق ولكننا اتفقنا على ان تبقى في عسمتي من اجل الاولاد على ان اترك لا شأة ويعيش في مكان اخر وسأرسل لها النفقات الشهرية فهل ذلك يجوز شرعا ام سيكونوا عليها وزر هو بيسأل دلوقتي ان هو هتفضل علاقتهم الزوجية موجودة مش هيطلقها ولا اي حاجة ولكن هيحصل بينهم انفصال انفصال جسدي يعني هيبقى كل واحد في حتة ويتبقى علقة الزوجية موجودة ليه طيب عشان لو حب يتطمن على الاولاد او حب يعيش مع الاولاد بشكل او باخر او لعلهم حتى الان هم مش حاسين طبعا انا اقول السبب او هم ليه بيعملوا كده بس خلينا اقول الحكم يعني يبقى هم يعيشوا مع بعض هي موافقة على ده وهو موافقة على ده لا هي متضررة ولا هو متضرر فهل ده جواز يبقى صحيح وهلا هيبقى عليهم وزر هيبقى الوزر لو ان حد يطلب حقوقه الزوجية او عايز حقوقه الزوجية والتاني ما بتدهلوش لكن اما وان هم متوافقين على ده لا الجواز ده الحالة دي مش حالة فيها حد بيحصل على وزر لان هم علقت الزوجية باقية لاسباب فيها نفع اللي هي الحفاظ على الاولاد وعدم الوقوع في الحرام اذا حصل هو في يوم الايام جه وبات في البيت فايه اللي حاصل وبات في البيت وحصل ان البيت حصل خلوة ولا حاجة ما يبقاش هو في حالة قسم فاللي انا بقوله ده ومحدش يستغرب لان احنا عندنا شوية عادات كده هو تيجي الست مثلا تقول لنا زي ما بيجي الستات الكوبار في السن حصل بينهم مشاكل وانت عارف انا بسميه الخصام الاسود فيه خصام اسود كده خصام اسود كان بيحصل عند الكوبار عندنا في السن زي ما انت ويمكن بعض بعض اللي هايسمعوني هايكونوا فاهمين يعني ايه الخصام الاسود تفضل الست بخصمة جوزها وزوجها مخصمها لمدة عشر سنين هي بتنام في حتة وهو قاعد في حتة تانية ويفضلوا عشر سنين على الحلة دي وتخيلوا عشرين في نفس المكان وبياكلوا ويشربوا مع بعض وهم خصمين بعض الخصام الاسود ده هالي وييجوا بقى تيجي الست تقول لي اصلحنا مش متجاوزين او لا ليه مش متجاوزين فيه طرق حصل لا اصلحنا مش ده برضو يبوز العلاقة الزواجية لا الابتعاد الجسدي الابتعاد الجسدي وعدم وجود علاقة خاصة ما بين الاسرة لا يفسد زواج وماش معنى كده عشان انا بحاول افاهم الناس بطيقة ومش معنى كده ان احنا بندعو الناس ان هم يعملوا ده خالص بالعكس بنقول ان ده لو ما حصلش بتوافق منهم يبقى حرام عليهم هم الاتنين طب جبت الكلام ده منين لان بعض زوجات حضرة النبي صلى الله عليه وسلم تنازلنا عن قسمهن يعني يتنازلوا عن مسألة العلاقة الخاصة زي ستنا مسألة كده ما تنازلت عن قسمها للسيدة عائشة يبقى ايه اللي حاصل يبقى ينفع الازواج يكونوا مع بعض من غير علاقة خاصة اه بس يكون دوت ايه ما يكونش فيه واحد عايز يبقى فيه علاقة والتاني اللي حاصل افرض الاتنين متوفقين على ده اصحيح دي مش علاقة رشيدة خلينا نقولكم دي مش علاقة رشيدة بس مش معنى ان دي مش علاقة رشيدة ان ايه ان الجواز يبقى باطل يبقى ركزوا شوي يا جماعة دي مش علاقة رشيدة ولا ننصح بها احنا ننصح بايه في الحالة بتاعتنا خلاص قلنا الحكم الفقهي عشان بس الناس ما تتلغبطش طب انا ايه بقى نصحتي وايه توجيهي نصحتي وتجيهي لحضراتكم ان حضراتكم ان الحالة اللي انتو فيها دي حالة رضية رضية يعني ايه غير مرضية طب نعمل ايه نروح ونحل مشاكلنا مع بعض ونجلس ونحاول ان ندير هذه العلاقة بشكل يخرجنا من هذه الاثار السلبية لان مين قال لكم ان انتو وانتو بتحفظوا على الاولاد ان الاولاد وهم بيتفرجوا على علاقتكم المشوهة دي اه صعيح يا مشوهة بس ليس معنى ان هي مشوهة ان اللي بينكم ده حرام وليس معنى ان العلاقة دي مشوهة ان انتو مش متجاوزين لا انتو متجاوزين طب انت بتقول كده ليه لان فيه اضرار اشد واسوأ عتحصل لو ان حصل الطلاق فاحنا ايه اللي حاصل او دلوقتي احنا ممكن نصلح ذات البين بينهم لكن اذا تطلقوا المسافة بتبعد وبيبقى الامر شاق وببعض الاحين الناس بتروح لتجارب اخرى يعني يروح يتجاوز او تروح تتجاوز فيبقى العودة صعبة بعد ذلك يبقى الحل هو ايه تعالوا خليكم انتو ازواج دلوقتي وخليكم على هذه الحالة الزوجية بس الوضع اللي انتو فيهم وضع غير راضي عايقلوا لي ما احنا عارفين اقول لهم بما انكم عارفين عايزين تتقل الله سبحانه تعالى تعالوا عشان نتكلم ويتحل ده روحوا لحد من الاقارب او تعالوا اذا كانت مسألة وصلت الى حد ان هي اكبر من قدرات الناس الكبار في السن تعالوا لنا على مركز الاشتراع الزواجي وتعالوا نحل المسألة اللي انتو فيها دي السؤال بعد كده بيقول لو سمحت يا شيخ عايزة اسأل انا لي يا اخ كان متزوج من وحدة وطلقها وزوجته دي كانت بتجيب قروض من البنك علشان تجيب حاجات للبيت نقصاها فهل موضوع القرد ممكن يكون سبب لبعض المشاكل وعالي القرد حلال ام حرام معلش يا شيخ عايزة الرد بالتفصيل حاضر هي بتسأل بتقول ايه هو طبعا مش هينفع يعني الرد اللي انت بتسألي عليه بالتفصيل ده هقولك ليه مش هينفع بالتفصيل اللي انت عايزاه لان حضرتك السؤال في كل حالة من حالات الاقتراض بيقول لها حكم معين زوجته هي بتقول ايه انا حس والله ان الست دي كان بتجيب قروض فبتاكل ربا يعني بتاكل حرام وعشان هي بتاكل ربا وبتاكل حرام ايه اللي حصل حصل ان زواجها ده مع اخويا ربنا منباركش فيه عشان هي كانت بتقترد بس انت لما قلت ان هي بتقترد بتجيب بيها حاجات للبيت نقصها ما هو جايز القرد ده لتمويل سلع فاذا كان القرد ده لتمويل سلع فالست ما كانتش بتقترد ولا حاجة ده كانت بتشتري بالتأسيط وحتى لو كانت هي بتشتري بتجيب القرد ده عشان تشتري حياته ما كانتش بتنفق اي حاجة في الطرف ولكن بتصرف الفلوس في حاجة ضرورية لها للبيت لان اخوك كان مقصر معها مثلا وفي البيت مش قادرة تعيش بدأ ادوات كذلك تمويل لشراء سلعة وده معناها ان هي ما كانتش بتعمل حاجة حرام الاهم من كده ان انا عايز اقولك ان مش لازم المشكلات تحصل ما بين الناس عشان هم بيأكلوا حرام ممكن المشكلات بتحصل ما بين الناس عشان هم مش فاهمين يعني ايه زواج ولا عارفين يديروا حياتهم الزوجية على فكرة انها ممكن انت انت وسمعانك كده تقولي اه والله هم فعلا ما كانوش وكأنني ما كانتش ديهم زواج الناس دي كانوا المفروض يتأهلوا عشان يقدروا يتجوزوا ويقدروا يعملوا اسرة لها معايير وهذه الاسرة تكون محل نظري الله سبحانه وتعالى وعشان كده اركاني خالص ان ان الطلاق حصل بينهم عشان مسألت القرد لا بلاش كده السؤال اللي انت بتسأله دي بعد كده بتقولي لي وهل القرد حلال او حرام حسب لو الانسان بيقترض عشان يصرف ويستهلك الاموال دي ودلوقتي خلاص البنوك ما فيهاش مفهوم القرد في قانون البنوك ما بقاش فيه مفهوم القرد البنوك بتعمل في التمويل او في التسهيلات الاقتمانية فعشان كده لو فيه حد بياخد فلوش عشان نستري سلعة زي مولتلك ده مش هيبقى قرد وهيبقى ده التمويل وهيبقى ده ما فيهاش اشكال وهيبقى ده حلال ولذلك كل حالة بحالتها ولذلك عشان اقدر اقولك ان القرد ده حرام ده لما يكون قرد للاستهلاك اما القرد اللي تمويل اما المال شوف اما المال اللي بيتاخد عشان نمول شراء سلعة او عشان نمول خدمة او عشان نمول مشروع ده مش هيبقى اسمه قرد هيبقى اسمه تمويل وهيكون حلال فاصل ونرجع لحضراتكم عشان نكمل اسئلتكم المباركة ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعانا سؤال بيقول انا لي ابن عمره 25 سنة وعاصي لي والابو ومتأخر في الدراسة ومش بيصلي وبيشرب حشيش اعوذ بالله وانا خايفة عليه ومش عارفة اعمل ايه وخصوصا اني مفيش تواصل معانا ولا مع اخواته اطلب النصيحة وارجو الدعاء له بالهداية هقول لك ثلاث حاجات بسرعة مع اني المسألة انا عارف ماذا خطرتها ان حد عنده شخص بهذه التوليفة بيبقى خطر جدا اول حاجة اوعي تقطاع الصلة بيه لازم يبقى اذا انت ما توصلتش معاه لازم يبقى فيه رسول بينكم منتو الاتنين لازم يبقى فيه حد بينكم وبينه ولازم من وقت للتاني لازم تطمن على اخباره لان هو في الحقيقة لو حس ان هو انقطع هتستفحل الامور وهتبقى في غاية السوق لازم تقول الوقت واسألي عليه انت مش خسرانا حاجة ده ابنك ده دمك ولحمك ما تبخليش عليه باتصال فاتصل بيه حتى لو هو ما بتتصلش ايه وقت تقطعي حبل الود وحبل الرحمة ممكن اتصال من اتصالاتك يجيله في وقت ربنا شرح صدره ده يفتح عليه ابواب الهداية باول حاجة دوم الاتصال عليه التاني حاجة لو سمحتي فكري في زهنك كده عمله واجب فكري ايه المداخل اللي انت ممكن تدخلوله منها ومش لازم المدخل ده انت اللي تستخدميه ممكن حد من اصدقائه ممكن حد من اقربك يكون هو بيقبله يعمل مدخل من ده ممكن يحسن العلاقة بينكم الحاجة التالتة ادعيله في كل سجده من سجدات صلاتك كل سجده ادعيله فيها عندك اربعة وثلاثين سجده في صلواتك ادعيله فيها في كل سجده لو عملت كده والتزمت به لمدة شهرين او تلاتة هتجد ان شاء الله الباب من ابواب الهداية واب ربنا سبحانه وتعالى يكتب له الهداية ويكتب له شرح الصدر ويريح بالك ويجمعكم ان شاء الله على الطاعة ويجمعكم كمان على حب الله والرسول ويجعلكم ان شاء الله في خير حال يا رب احنا نعرض اتكلمنا عن التخطيط للمستقبل يا رب جعل مستقبلنا مليء بانوارك ومليء باسرارك ومليء بمددك ودايما نكون في حماك ودايما نكون في وليتك ودايما نكون في رضاك يا رب العالمين واجعلنا على الدوام من اصحاب المحبة واكتب اسماءنا يا رب في دواوين صحبة حضرة النبي واكتبنا في الصالحين الراضين المرضيين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اجعلنا في رضاك يا رب العالمين 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 يا رب العالمين